قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ أليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها اللي انعاقد عاقب انتهاء شهر يونيو اللي فات قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك لربع العام يوليو سبتمبر عشرين اتنين وعشرين بحيث يتم التعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي لتر بنزين تمانين بقى بتمانية جنيه سعر لتر البنزين اتنين وتسعين بقى تسعة جنيه خمسة وعشرين ارش سعر البنزين خمسة وتسعين بقى عشرة جنيه خمسة وسبعين ارش ايضا هناك زيادة في اسعار السولر والكيروسين اللي بقى سبعة جنيه خمسة وعشرين ارش للتر زيادة سعر الطن المزوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن اللي يصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن ثبات أسعار المزوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء سين دي ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان تمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا لدرجة أنه وصل لأكتر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت بعد ما كان سعره 60 ل70 دولار وده نتيجة للحرب اللي اندلعب بالروسيا وإوكرانيا بالإضافة طبعا لعوامل تانية طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعلياً الدولة ما قللتش الدعم بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنادي بأكتر من 10 مليار جنيه ووصلته لـ 28 مليار بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار وربعمائة مليون جليل يعني مش الدعم هو اللي قال لا، ده الأسعار هي اللي زادت وده على مستوى العالم كله طب شمعنا دلوقتي الدولة قررت تقالل الدعم عن السولار؟ الدولة حفظت على دعمها سعر السولار لتسبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف لكن مع تحول الوضع الاستثنائي لفروسيا وأوكرانيا الوضع الطبيعي هيكمل معانا فترات طويلة كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولار ما يقصرش على أنواع تانية من الدعم زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسارة العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولا مصر أصلا مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس الدعم بيزيد في الموازنة لحد مواصلة الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه ثانيا الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخل مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم مصر، الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السبعة من حيث رخص ثمن السولار رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي يعني آه بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره فمثلا، لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا واحدة من أكبر مصدر الطاقة في العالم أرخص من الإمارات، البحرية، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً بخلاف السعودية والجزائر وحتى دول اللي إحنا ديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة، السعر متحرر وبالتالي كل يوم زيادة هي الأزمة دي مكملة معانا كتير حتى لو كملت، أصار الأزمة بتخف وأصعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض والأسوأ فعلاً عدنا واللي جاي أحسن إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اجتماعها اللي انعقد عقب انتهاء شهر يونيو اللي فات قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي يوليو سبتمبر عشرين اتنين وعشرين بحيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي زي ما شفنا بنزين تمانين هيبقى بتمانية جنيه اللتر بنزين اتنين وتسعين هيبقى بتسعة جنيه خمسة وعشرين قرش للتر بنزين خمسة وتسعين هيبقى بعشرة جنيه خمسة وسبعين قرش للتر قررت أيضاً اللاجنة زيادة سعر السولر والكيروسين علشان يصبح سبعة جنيه خمسة وعشرين قرش للتر قررت أيضاً زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بسعر ربعمية جنيه ليصبح سعر الطن خمسة تلاف جنيه للطن قررت أيضاً ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهربائية داي ما شفنا أيضاً في التقرير اللي فات بطبيعة الحال كلنا عارفين إن فيه أزمة عالمية حصلت ما بين روسيا وأوكرانيا عارفين إن سعر برميل البترول عالمياً كان بيتوسط من 70 إلى 80 دولار وده كان المتوسط السائد وميزانية مصر اعتمدت لهذا الأمر على هذا الأساس ميزانية مصر لما اعتمدت شايفينه قدامنا يا مصطفى الأسعار عالمياً يعني منزين 95 سعره كان في مختلف الأماكن احنا شايفين فعلاً الأسعار بالزبط كان الدعم المقدم من الدولة حوالي 10 مليار النهاردة الدعم 30 مليار يعني الموضوع تضاعف ثلاث مرات على ميزانية الدولة طب بالنسبة للزيادة الزيادة ربع جنيه يعني ربما هي جنيه بس في منزين 95 بعتبر أنه هو الأغلى ثمناً والأكثر يعني استهلاكاً للسيارات الكبيرة يعني فاحنا عندنا يعني موازنة كبيرة يعني احنا نتكلم ففعلاً أن الموازنة بتاعتنا حتى لو أنت ضعفتها ثلاث أضعاف يعني زودت الدعم من 10 مليار ل 30 مليار فده كان عبق على الدواء الربع جنيه ده هو بس اللي فرق بالنسبة للمواطن وأعتقد أن أنت لو قرنت ده بدول أخرى الموضوع مختلف مصر يمكن الدولة رقم 13 فيه رخص سعر البنزين وبالإضافة أن الفترة اللي فاتت لمدة ثلاث أشهر بعد حدوث العديد من الأزمات الدولة المصرية حاولت قد ما تقدر أنها تسبت السعر وأنها تزود مزيد من الدعم لكن في مراحل معينة بيتوقف فيها زيادة الدعم في هذه المرحلة علشان يقدر ما يأثرش على الدعم المقدم لباقي الخدمات زي الصحة والإسكان الاجتماعي